اشتركوا في القناة لدينا قدرة استيعابية لتطعيم 31 ألف يوميا كما أعلننا سابقا وبسبب عدم التزام البعض بالمواعيد المحددة لهم بلغ المعدل اليومي 26 ألف فقط في اليوم فلذلك نرجو من الجميع الالتزام بالمواعيد للانتهاء من التطعيم وفق الوتيرة المطلوبة تم تطعيم 90% من الأفراد المسجلين لأخذ التطعيم ونسبة 96% منهم أخذوا التطعيم في الموعد المحدد لهم من أول مرة تم افتتاح مبنى صحتي والطابق الرابع مجمع سلماني الطبي وتهيئة عدد من مراكز العلاج مثل مركز الإعاقة الشام البعالي ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب وكذلك الطابق السادس مجمع سلماني الطبي هذا إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد من مراكز العلاج القائمة في هذا الجانب نعول عليكم للإقبال على التطعيم لدوره في توفير الحماية من الأعراض المتوسطة والشديدة في حالة إصابة بالفيروس والتي قد تستدعي دخول العناية المركزة لا قدر الله أو تؤدي للوفاة وفيما يخص الجهود الوطنية في مركز الاتصال 4-4-4 منذ فبراير 2020 لغاية مايو 2021 بلغ مجموع المكالمات الواردة والصادرة من المركز مايو قارب 4 ملايين و800 ألف مكالمة بينت الأحصائيات أن من أصل 163 ألف مكالمة تم استلامها على خيار أعراض الفيروس أي من يبلغ عن أعراض الفيروس كانت هناك حوالي 200 ألف مئة وحوالي 2500 مكالمة مايقارب 63% من مجموعة هذه المكالمات التي ذكرناها لم تتناسب مع خيار الأعراض وهذه الاختيارات غير المناسبة تؤثر بلا شك على مدة الرد على المتصلين الذين يعانون فعلا من أعراض الفيروس